مساء عبدالله السعيد ويتخطر 35 عام 36 عام أولا بدنيا بيلعب 90 دقيقة واحد يعني محافظة على نفسه بدنيا ثانيا متحرك في كل مكان في الملعب بوظائف اللعب الرقم 10 هتلاقيه دايما في كل المساحات الفاضية عشان يستلم الكرة ويبدأ ينقل اللعب من أول المنطقة الدفاعية لحد وسط الملعب لحد الهجوه هتلاقيه في كل مكان تمريرات حسمة تصويبات حسمة تهديف هتلاقيه كل شيء موجود في عبدالله السعيد قائد للفريق قائد للفريق نهارة شوفوا بيوجه اللعبين طول الوقت فبصراحة نموذج للعب الرائع المحترف الكبير الراجل ده تعرض لانتقادات وهجوم سواء كان مستحق أو غير مستحق حطه على جنب يخلوا أي لاعب ما يقدرش يلعب تاني واحد اثنين لاعب راحل منتخب مع كارلوس كيروش وحس إنه طريقة اللعب وفكرة التطور في المنتخبات الأفريقية مش هيعرف يجالي هذا الأمر فقال لك لا سلام عليكم أنا تمام أنا شوية الأمور البدنية اللي عندي هتبقى مع في الإيتي دلوقتي عشان مش هعرف أدي ده مع منتخب مصر أنا معتزل دوليا بكل الشاكة وكل احترام وكل أدب دون أي مشاكل هل سمعت التصريح لعبدالله السعيد في أزمة؟ سمعت له مشكلة؟ سمعت له خنائة؟ سمعت له أي أزمة؟ بيلعب كورة وبس محافظ على نفسه وبس أداء رائع ومميز من لاعب فعلا مشرف ونموذج رائع أنا بقولي الكلام ده يمكن لأول مرة أقوله بنفس مفتوحة أنا عبدالله السعيد دي وأنا بفرج على مبارة بيرامنز النهاردة بالكامل إيه اللاعب ده؟ إيه المجهود البدني ده؟ إيه المهارة دي؟ على فكرة الكورة اللي عملها النهاردة دي لرمضان صبحي في منتهى صعوبة ما يعملهاش إلا لاعب كبير أوي لاعب كبير أوي كورة تحت رجلك تديها ارتفاع معين عشان توصل في المكان المزبوط 100% لللاعب اللي بيسجل الهدف رمضان صبحي صعبة جداً صعبة جداً أنت ما خدتش مساحة أو مسافة الورى عشان تدي الكورة أو تدي التمريلة عشان تديها القوة المناسبة أو السرعة المناسبة لا ده هو وقف مكانه صعبة ما يعملهاش برضو غير لاعب بكواليتي عبدالله السعيد عشان كده عبدالله السعيد مختلف آه مختلف آه مختلف يعني كسة بديل أو ملوش بديل مش هي دي لها فعندها عشان ممكن يبقى ليه بديل بس بمواصفات تانية بس عبدالله السعيد ملوش شبه عبدالله السعيد ملوش شبه خالص فتحيل عبدالله السعيد واحد من الأسماء الكبيرة جداً كنا من كام يوم كنام نتكلم على دخوله في مرتبة متقدمة في نادي المئة في الدوري المصري على بعد أهدفين من الكابتن الكبير كابتن مصطفى رياض في ترتيب نادي المئة في الدوري المصري لاعب كبير يأصد حق كل التحق